سعودية على اليمن ليس معنويا أو ماديا فقط بل حرب إبادة لكل شيء واقعا وآثرا لم تقتصر على الخسائر البشرية وارتفاع عدد الشهداء إلى 1080 وعدد الجرحى إلى 4350 جريحا جلهم من الأطفال والنساء لا شك أن العدوان الغاشم البربرية الذي ليس له أي مبرر في أي شرع ولا أي قانون ولا أي عرف أثر على بلادنا وأثر على شعبنا اليمني بتأثير كبير ناهيك عن الأضرار الاقتصادية والأضرار النفسية والأضرار القتل والتدمير والخراب الذي بات في كل أرجاء الوضن لم يفرق بين الوضن جميعه شماله وجنوبه وشرقه وغربه وفي كل المحافظات الخسائر المادية هي الأخرى فادحة ولكن يمكن أن تكون أقل فداحة لولا استخدام العدواني أسلحة دمار محرمة دوليا في كوارث كبيرة جدا والنوع الأسلحة التي بتستخدم تقريبا أسلحة محرمة دوليا من خلال يعني تبيننا هذا من خلال المفجارة الذي بتحدث أيضا من خلال الغبار والكثيف الذي بيحصل من خلال الوهاج والمميضة أيضا التي بتشتصرها للأسلحة فنحن نقول لا بد من عملية تقي من الأثر البيئي بحيث أنه يتم عملية رست بيداني لكل الوقاع والأحداث الذي يتم على مستوى جميع المحافظات الخسائر الاقتصادية للغدواني كانت كبيرة باستهدافه الكثير من المنشآت المدنية الحيوية والخدمية إذا هم اغتالوا أو حطموا البنية التحتية فالبنية النفسية هي من أهم شيء هي التي تسبب البنية التحتية هي التي ستبني الوطن والورقة تبين كيف الأثر نفسية التي تسبب العدوان خصوصا في الأثر الكبير الموجود داخل النفس البشرية خصوصا الأطفال خلال شهر من العدوان تنشط عدد من المنظمات المدنية في اليمن لتنفيذ فعاليات وندوات كهذه الندوة لكن الأهم من ذلك توحيد هذه المنظمات في رصد جرائم العدوان ورصد الأضرار أولا بأول